مرحبا، كيف كن؟ ماشي الحال؟ أنا أنون، والأنون هو مجموعة كواعد لازم يتأيد فيها المجتمع مثل أنون تنظيم السير أو أنون منع التدخين بالأماكن العامة بس الأنون ما شغلته بس يمنع أو عائب بيكرس حقوق كمان، مثل الأنون يلي بيضمن حق الطفل بالتعليم قبل ما أخبركم قصة حياتي وكيف صرت أنون، فيه مصطلحات أساسية لازم تعرفوها كبسوا عليها لتعرفوا عنها أكتر أولا، شو يعني دولة؟ بتتألف الدولة من ثلاث مكونات أساسية لأرض والشعب والسلطة والسلطة بتتألف من ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية والسلطة التشريعية هي المحل اللي بتخلق فيه الأوانين أو في بعض الأحيان بتموت أو بتنتصى السلطة التشريعية يلي بتتمثل بمجلس النواب أو البرلمان بتتألف من ثلاث أجهزة أساسية الهيئة العامة وهيئة مكتب المجلس والليجانة النيابية رح خبركم عن كل واحدة شوي لحاله أولاً الهيئة العامة بتتألف من جميع النواب المنتخبين من اللبنانيين يلي عمرهم على قليلة 21 سنة وعددهم 128 نائب وبتجتمع هالهيئة بدورات بحضرة الدستور فيها تكون عادية استثنائية أو اجتماعات حكمية لتكون هالجلسات قانونية لازم يتوفر النصاب القانونة ثانياً هيئة مكتب المجلسي بتتألف من رئيس مجلس نائب رئيس أمي نايسر وثلاث مفوضين المهم أنه تعرفوا أنه رئيس المجلس شغلته تمثيل المجلس وإدارة المناقشات رئيس المجلس هو يلي بحيل مشاريع أو اكتراحات الأوانين إلى الليجان النيابية المختصة وهي الجهاز الثالث من السلطة التشريعية وهيدي الليجان ثلاث أنواع ليجان نيابية دائمة ليجان نيابية متفرعة ليجان نيابية مشتركة وهلأ صار فيه خبركم قصتي أنا كنت مجرد فكرة برأس أحد المواطنين مثلكون قرر يحقيق فكرته ويحولها لأنون فعرضنا على وزير ويلي بيخدنا على مجلس الوزراء يلي بيدوروا بيوافق علي وبيصير اسمه مشروع أنون وكان فيه كمان يعرضنا على نايب وبيصير اسمه اكتراح أنون وحظة كان حلو لأنه لو ما توافق علي ما كان فيه يكمل الطريق بس حمد الله مش الحال واقترنت بالأسباب الموجبة وتمت إحالتي لرئيس مجلس النواب وهون بلشت مرحلة جديدة لأنه رئيس المجلس بعتنا للليجان النيابية المختصة اجتمعت الليجان درستنا وصوتت علي وبعطتنا إلى هيئة مكتب المجلس مع التوسيات والاكتراحات من بعدنا عادت جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب بوجود غالبية ودرسونا مع أسباب الموجبة وتقرير الليجنة المختصة والتعديلات ولما وصل دورة وقرروا ينقشونا بلشت أطعب وخاف وانعادت الأولوية بالمنائشات والتصويت حسب أسباب كتيرة وكان عم بنعطى الحق بالكلام للنواب المدونة أساميهم قبل الجلسة وحسب الترتيب وبعدين نعطى الحق بالكلام للنواب اللي طلبوا الكلام أثناء الجلسة وكلهم كانوا عم بيوجهوا كلامهم لرئيس المجلس يالي لوحده قلوا الحق مؤاطعة الخطيب أو منعه من الكلام ولكن بحالات معينة وخلال هالجلسة وأنا ناطر وناطر كان عم بنكتب محضر وكان ممكن بعد مناقشتي رجعني إلى اللجنة المختصة فيه لدرسة من جديد وأخيراً بلش التصويت بطريقة المنادات بالأسماء ورفع الأيدي وبما أنه الأغلبية سوى طولة نجحت وانبسطت كتير وكت عم بفكر فرقة عواللعة بس لا إنه شغل تريح الناس مش إزعجه طلع بعد فيه مرحلة أخيرة يلي هي إحالة إلى مرحلة رئيس الحكومة اللي بدوره بيبعتنا عند رئيس الجمهورية لعيوم دينة ومن بعدها بصدر بالجريد الرسمية وهون رئيس الجمهورية عنده خياران ياب يوم دينا خلال مدية شهر وبصير قانون ياب يردنا إلى مجلس النواب تايناقشونا من جديد وفي حال قطعد مهلة الشهر من دون ما يصدر رئيس الجمهورية لقانون أو يعيدوا لمجلس النواب بعتبر أنا قانون نافذ وبيتوجب نشري بالجريد الرسمية وهيك صرت أنا قانون نافذ ممدة من رئيس الجمهورية ومنشور بالجريد الرسمية ولازم كل الشعب اللبناني يتقيت فيه وأنا بتمنى عليكم كلكم تطلعوا بأفكار جديدة عندها لقدرة تصير قوانين لتساعدوا حالكم وتحسنوا بلدكم وهيك بيصير عندي أصحاب جديد أنا كمان